اهلا بكل مشتركين قناة عربيتي يعمل كليتش الكمبروسر بالتعاون مع كويل المغناطيسي للتحكم بتشغيل مكيف السيارة لكي لا يظل يعمل طول الوقت عادة يوجد الكليتش في الكمبروسر الميكانيكي بحيث يكون موازيا لبقرة الكمبروسر ولكنه لا يدور معه عندما يتم تشغيل نظام التكييف يقوم الكويل بانشاء مغناطيسا يجعل الكليتش يلتصق بالبقرة ليبدأ مكيف السيارة في العمل ويتم تطبيق وتحرير الكليتش باستمرار كل 15 ثانية تقريبا وذلك يعتمد على موديل السيارة وتستمر هذه العملية الى ان تصل درجة حرارة سلاجة المكيف الى الدرجة المحددة من قبل السائل وعندها يتم فصل الكليتش لفترة زمنية اطول ليقل تضفق غاز الفريون عبر النظام للحفاظ على الطاقة ومنع سلاجة المكيف من التجمع ويساعد الكليتش على تحسين استهلاك الوقود في السيارة كما انه يقلل من الضغط الكبير على المحرك بالاضافة الى اطالة العمر الافتراضي للكمبروسر بمرور الوقت يمكن ان يحترك الكليتش في اي وقت بالاضافة الى ذلك يوجد اسباب اخرى تجعله يتوقف عن العمل ودلوقت هنتعرف على اهم الاسباب اللي ممكن تخليه يتوقف عن العمل اول سبب هنقبله هو تلف فيوز كليتش الكمبروسر مثل اي نظام او مكون كهربائي سيكون لنظام التكييف الفيوز الخاص به لذلك قبل محاولة استبدال اجزاء باهزة السمن او قضاء بعض الوقت في استكشاف الاخطاء واصلاحها تأكد من الفيوز يمكن ان يوفر لك الفحص السريع في علبة الفيوزات الوقت والمال تاني سبب معانا هو تلف كتاوت المكيف وتحتوي معظم السيارات على كتاوت كهرومغناطيس يتحكم في امداد الطاقة لكمبروسر المكيف ويعمل كتاوت المكيف على فصل او ايصال الطيار الكهربائي لكمبروسر عند الحاجة ويمكن ان يتوقف كليتش عن العمل او يبقى في حالة تشغيل مستمر عند تلف كتاوت وثالث سبب حنقبله هو خلل باسلاك كوي للكمبروسر حيث يمكن ان يتسبب وجود اسلاك متأكلة او محترقة الى توقف كليتش الكمبروسر عن العمل ورابع سبب معانا هو نقص او زيادة غاز الفريون يحتاج المكيف الى كمية دقيقة من فريون السيارة للعمل واذا لم تتم المحافظة على الكمية صحيحة من الغاز فلن يعمل مكيف الهواء بشكل صحيح وفي حالة تعبئة النظام بكمية مفرطة من غاز الفريون فان حساس الضغط سيقوم بتعطيل عمل كليتش الكمبروسر وكذلك يتسبب نقص الفريون في السيارة بضعف تبريد المكيف تدريجيا الى ان يصل الكليتش الى مرحلة يتوقف بها عن العمل اما رقم 5 هيكون خلل بواحدة تحكم الخاصة بتشغيل كليتش الكمبروسر حيث يستقبل كليتش الكمبروسر الاوامر التشغيلية من خلال المدخلات التي يقوم بها الصائق عبر وحدة تحكم الخاصة بتشغيل المكيف وبمرور الوقت تبدأ وحدة تحكم بالتأكل لتنتهي فترة الاستخدام الافتراضية او بسبب ضعف خامة التصنيع ويمكن ان يؤدي توقف هذه الوحدة الى منع تنشيط الكليتش ايضا تقوم العديد من الانظمة بتوجيه الاوامر التشغيلية من خلال كمبيوتر السيارة لهذا يمكن ان يؤدي الفشل الجزئي لوحدة التحكم الى تعطيل الكليتش عن العمل ورقم 6 هيكون تلف حساس ضغط ويعمل حساس الضغط كمفتاح امان لحماية الكمبروسر ومنع من التلف ويقوم الحساس باقاف تشغيل الكمبروسر عند ارتفاع او انخفاض غاز الفريون بشكل مفرد وايضا يمكن ان يتسبب تلف الحساس الى تعطيل عمل كليتش الكمبروسر اما رقم 7 هيكون تلف ترمستات المكيف ويقوم الترمستات بمراكبة درجة حرارة سلاجة المكيف ونقل هذه المعلومات الى كمبيوتر السيارة ليتم التحكم بنظام التكييف اذا اكتشفت ترمستات ان درجة حرارة سلاجة المكيف بدأت ترتفع عن الدرجة المحددة من قبل السائق فان نظام التكييف يزيد من تضفق غاز الفريون عبر النظام لزيادة التبريد وخفض درجة حرارة سلاجة المكيف وبالعكس كذلك فعند اكتشاف وصول درجة حرارة سلاجة المكيف الى الدرجة المحددة من قبل السائق فان نظام التكييف يقلل من تضفق غاز الفريون عبر النظام لتقليل التبريد والحفاظ على الطاقة ومنع سلاجة المكيف من التجمل ويمكن ان يتسبب تلف ترمستات المكيف الى تعطيل عمل كليتش الكمبروسر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله